تهديد بالرد وتحذير للعالم هذا ما تفعله السعودية حتى الآن في مواجهة الاعتداءات الحوثية المتكررة على منشآت حيوية في عمق المملكة حيث قال ولي العهد محمد بن سلمان لصحيفة الشرق الأوسط إن العمليات العسكرية ستتواصل ضد الحوثي لأن بلاده لن تقبل بوجود ميليشيات على حدودها لكن خيارات الرد السعودي التي لم تتضح بعد اكتفت بغارات محدودة على مواقع للحوث في صنعاء حيث كثفت مقاتلات سعودية غاراتها على قاعدة الديلمي وكلية الطيران ومعسكر الصيانة وهو ما جعل خبراء عسكريين يشككون في جدوى مثل هذه الغارات التي كعادة سابقاتها لم تنجح في تدمير قدرات الحوث العسكرية بشكل كامل أتت هذه الغارات بعد إعلان الناطق باسم التحالف ترك المالكي عن تمكن قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي صوب مدينة أبهى في الوقت الذي قالت فيه الميليشيا بأنها نجحت في صابة أهداف في مطاري جازان وأبهى تاتي التهديدات الأخيرة على مدينة أبهى السعودية بعد يومين من استهداف مطار أبهى الدولي وبعد شهر من الهجوم على محطتي ضخ نفط سعوديتين بالتزامن مع العمليات ضد ناقلات نفط في الخليج العربي والتي تتهم كل من واشنطن والرياض إيران بالوقوف خلفها الضربات الجوية المتقطعة على صنعات ليست حلا مفيدا للرياض بنظر مراقبين فهناك مواجهات حقيقية بين الحوثي والجيش في الظالع والبيضاء وحجة وصعدة وهي الأولى بالدعم الحقيقي إذا كانت السعودية تبحث عن حل أسرع لهزيمة الحوثي لكن السؤال هل أصلا تريد السعودية ذلك الحل؟